كشفت مصادر خاصة لموقع الغراب أن الصحفية الروسية داريا أسلاموفا مراسلة صحيفة برافد الروسية التي أجرت اللقاء الأخير مع بشار الأسد بطلب خاص من المكتب الإعلامي لرئاسة سورية الذي تترأسه لونا الشبل هي نجمة أفلام إباحية وتحفل المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بصور فاضحة لأسلاموفا بالملابس الداخلية بعضها منشورة على أغلفة مجلات جنسية روسية وأوضحت المصادر ذاتها أن مكتب رئاسة النظام طلب من أسلاموفا إبراز أنوثتها وارتداء أجمل الفساتين لديها ولبس الكعب العالي فيما قال أحد السوريين المقيمين في روسيا أن أسلاموفا معروفة في روسيا بأنها قدرة جدا على حد تعبيره لديها الكثير من المقيمين في روسيا في مجرد الكبيرة بدون كأخير من المستعدل في ح الكبيرة نعم نعم ما نعملنا نعلم الضوء هو قاملاة ما بصى حول حول الحفاظ لماذا أكل حول الحفاظ؟ أو ما أخبرنا؟ هذه لا يبقى حول الحفاظ حول الحفاظ حول الحفاظ يعني أبداً بإنسان مدعاً. هذا يعني أنك لا يستطيع أن لا يوجد أي أحد في المنطقات. لا يوجد أي أمور في المنطقات. لا يوجد أي شركات تلك أي شيء. حتى تلك الكبير والمواطنة ستكون المواطنة من المنطقة. والأيوجه أيضاً. سيكون أدلًا من هذا المنطق. هذا سيكون بخير إن كان الحالًا ستعتمد بعضاً وقتاً أو بعض موثين. لكن بالحالًا ستعتمد صحيحًا، وقالا 6 عام يعني أن يكون بإعادة الناس وإعادة الوصول وأن ترغبت أن يتحقق المرار إذا كانت مخاطر في المرارة لذلك يحتاج إلى التحرق بين المرار ومع المتحدة المجالية ومع المؤسسات التي أجردونها لذلك يجب أن تجعل هذا التحرق هذا هو نفسي لم أ versteه الفيديو مكلمون ولكنني اتفهم هذا كما نفعل مجلسا في جولد وغير بداية من المجلسين من المصرحى الثالثتين ومن المناسبات العقولة ومن المصرfen الأبطالات ما يشاكل ما افعل مجلسون في المجلس وظن لا يحدث م talvez تعدد لو عجبنا تشغل من أن تشغل يجب ان تتفهمهم يتوقف كل احد الز horses و هذا هو قد جعل كل مدان ولكن ليس نحن بالطبرة على كرم forum لا يوجد هنا ننتجنا التشاوية ليس دمت من سلح وتشكل اشخص لكن ي Deutschen ببعض الحقيق كم يجب أن تكون مقاربا في بيسان الحياة ليس نفس الحياة لذلك يجب أن تكون مقاربا لما يوجد مقارب مدانية من الدنيا لأن الدنيا تكون مع المدانة سواق sorte ينضم إلي الدكتور محددين لدآن كاتب ومفكر من الدوحة عبر سكايب أهلا وسهلا فيك دكتور محددين لادآني بداية يريد التصوت إذا في تلفزيون أو شي وإذا بتعلق يعني شو التعليق اللي ممكن تقولوا عنها الفضيحة لبشار الأسد الفضيحة ليست فقط في أنه أسلموفا بنجمة إباحية وصورها العارية موجودة في كل مكان على جوجل وفي الأغلفة وفي الكتب الفضيحة الأساسية أن هناك دعارة سياسية قبل أن يكون هناك دعارة شخصية أو إباحية شخصية لأن كل من يقدم الآن على إجراء حديث مع بشار الكيماوي يمارس في الواقع الدعارة السياسية هذا الذي قتل كل هؤلاء الأطفال والذي ارتكب كل هذه الجرائم يجد في هذه اللحظات من يحاول أن يلمعه وهو في الواقع لا يريد أكثر من أن يذكر بنفسه عليك أن تلاحظ أيضا لم يسفر إلى أي مكان باستثناء ما شحنوه إلى موسكو ليوقع اتفاق العار ويسلم سوريا إلى روسيا لا يتصل به أحد ولا يأتيه أحد حتى الإيرانيين لم يعود يرسلون له نائب وزير خارجية صاروا يرسلون له رئيس قسم في وزارة خارجية فهو بالتالي محتاج أن يذكر بنفسه وبالتأكيد هو والمكتب الإعلامي في القصر الجمهوري كانوا يعرفون خلفية أسرى موفا وأنها إباحية محترفة ولكنهم يبدو أنهم لم يبالوا وهناك من يتحدث عن إيراني داخل القصر الرئاسة بين أم جهل وأم لهب أم لهب لو سنة شعب بين أم جهل لون الشبل بس هو ليش إذا هن عرفانين أصلوا فصلة لها المخلوقة شو السبب أنه طلبوها يعني هي حتى كتبت وقالت بأنه صاروا من أربعة شهر عبيت واصلوا معي وعبيتلبوا مني أنه أجي وأعمل هذا اللقاء ليش طلبوها أولا ولمين الرسالة من خلال هذا اللقاء معها وليش أصروا على موضوع أنه البسي فستان أنسوي لبسي كعاب زبطي حالك شو الرسالة لمن؟ يعني أولا صحيح هذا الكلام هي كتبت في صحيبتها بعد أن عادت بأنها لم تسعى إلى لقاء الأسد وإنما جماعة المساعدة الأعلاني في قاعدة مهورية ومصروا على أم جهة ومجدون للمشاعدة هذا بحجزاته فضيحة من أكبر الفضائق من يعتبر نفسه رئيس سوريا والرئيس الجمهورية بمكتبه يلاحق صحبية ليست مشهورة جداً وراءها كل هذا فريق المغزي يعني حتى هي معروفة بروسيا دكتور يعني اسمحي لي بس ملاحظات كيف تنبس وماذا ترتدي طيب في شوي نشتب الصوت عم بيقطع ما بعش إذا من عنا كل من عنا مشان نكسب الحديث شوي الصوت عم بيقطع أنا أسمعك الآن لا أعرف أن كنت تسمعيني جيداً تمام الآن تمام فإذا في هذه الحالة في حالة استدعاءها الرسالة الأساسية أن هناك من يريد أن يذكر بنفسه لاحظنا جميعاً في المقابلة كيف أنه كان يبدو مثل تلميس غبي والناظر بوتين أرسل له معلمة والحقيقة كانت توبخه شخصة حقاً يا الآخر استماعت إليه عندكم قبل قليل يريد أن يقول لبوتين أنا ما أزال موجود لأنه حتى بوتين نسي وجوده وصار يتصرف على أساس أنه هو المالك لأمر سوريا وهو الذي يستطيع أن يأمر ويفعل ما يشاء في سوريا القصة وما فيها في هذه الفطيحة أن لون الشبل وبوسين شعبان تريدان بقدر الإمكان أن تثبت للعالم بأنه عندهم رئيس وأنه يستطيع الحديث لكن عليك أن تلاحظي أن السنين التحدثان الإنجليزية مكسرة الغصر الذي بسته سانة منمق ومكتوب جيداً لكن من يستمع إلى الحديث عبر التلفزيون يجد تماماً أن هناك تلميس غبي يقف أمام ناظره ولكن الحديث عن لون الشبل تماماً وضع النظام السوري بكامله أمام الروس دكتور الحديث عن لون الشبل وبوسين شعبان عم يتم الحديث عن أن لون الشبل هي سبب هذه الفضيحة وأنه هي دائماً على خلاف مع بوسين شعبان في الأمور الإعلامية بالنسبة لبشار الأسد هل هو عن جهل عن غباء؟ ما هو الموضوع؟ يعني الخلاف بين الاثنتين كان واضحاً منذ أن تم استقدام أم جهل لون الشبل إلى القصر الجمهوري فأم لهب عادة كانت تغار بوسين شعبان أم لهب كانت تغار عادة من كل من يحاول أن يأخذ بعض صلاحياتها هي كانت مستشارة سياسية وإعلامية وفجأة حينما أثت دون الشبل صار هناك مكتب إعلامي وبدأت تفقدها تلك الصلاحيات وحين كانت بشرة في دمشق الحقيقة حاولت بشرة وبوسين شعبان أن تبعد دون الشبل لكن يبدو أنه دون الشبل مدعومة من طرف من داخل عبر زوجها مدعومة من داخل حزب الله ولا يستطيع أن يتصرف معها أو أن يتردها حتى بعد هذه الفضيحة ما تزال في منصبها وما تزال تفعل ما تشاء كل من هو حول الأسد حول بشار الكيماوي من هذه العينة يعني كواليس القصور معروفة في أوقات السلم فما بالك في أوقات التوترات وحول رجل لا يستطيع الحروف وربما يختبئ ليلا في قبو بالتأكيد من يحيطون حوله كل واحد منهم يحاول أن يأخذ بعض السلطات لنفسه الصراع بين أم جهل وأم لهب لن ينتهي لكنه سيخرج فضائح جديدة لأن هذا هو مستوى الحكومة التي تحكم شرية سؤال أخير إذا تسمح لي الصحفية أسلاموفا معروفة سمعتها بروسيا شو هي؟ يعني إذا كان هذا المقابلة موجهة للروس مثلا فهنا يعني شايفين هو مع مين قاعد إذا كان موجهة للغير فهنا أكيد كمان بيعرفوا مين هي فبالتالي شو لمين موجه هذا الحديث؟ بالتأكيد هم يعرفون من هي لكنهم في أغبياء يعني يظنون أن العالم ضيق والآخرين لن يستطيعوا معرفتها مع أنه بأي باحث مبتدئ في جوجل يستطيع أن يكشف عن كل صورها وعن كل تاريخها ليس في الإباحية الشخصية فقط هناك إباحية أيضا سياسية هذه من اللواتي مجدوا حرب الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك ومن الذين قابلوا كاريديتش المجرم الذي حكم في محكمة الجنايات الدولية بجرائم حرب كل هذا التاريخ يسهل الوصول إليه لكن كما قلت قبل قليل الجاهل يظن أنه كل الناس مثله والناس لا تستطيع معرفة خلفيات هل نتوقع بأنه يصبح ردد فالتحرك تجاهلون الشبل؟ يعني ممكن بشار الأسد ما كان عنده خبر مثلا بأنه هي هات تاريخها ويتخذ إجراء ضد لون الشبل بهذا الموضوع وما تعود إيده اليمين ولا الكعب رح ينتصر؟ يعني أنا ما أعرف إذا كنا في الوضع الحالي المخزي بوجود هذه الحكومة وهذا النزاق نستطيع أن نفصل بين أجهزة الأمن وبين أجهزة مدنية عمليا كل من هو حول الأسد جزء من التركيب الأمنية والتركيب الأمنية التي تحيط به والتي أيضا مثل ورتكبت كل هذه الجرائم بالتأكيد تعرف هذه التفاصيل يعني لا يمكن أن يقال مثلا أنه والله يقدموها إليه فورا وهو لا يعرف بالتأكيد أنه يعرف وربما يكون هو طلبها لأنه قبل فترة قابلت لافروف وحين رآها مع لافروف بهذا الشعر الأحمر ولأسباب شخصية ربما أو لتذكير الروس به والقول أيضا أنهم هم وتتحدث إليه نجمة إباحية ربما طلبوها لهذا الغرض ولحقوها على مدار أربعة أشهر ليخلقوا أو تلبسهم هذه الفضيحة التي تكشف عن المستوى المتدني للممارسة السياسية للذين يحكمون سوريا في هذه الفترة الرهيبة من تاريخها شكرا دكتور محددين لداني كاتب ومفكر كنت معي عبر سكايب من الدوحة شكرا لك ختام حلقة اليوم من هنا سوريا شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم